هل لديكم قناة على اليوتيوب؟ ولم تستوفي قناتك شروط تحقيق الدخل للربح من الفيديوهاتك؟ إليكم هذا الرقم الذي يظهر في الشاشة إنهم يعملون بثقة وعملهم مضمون جدا وبأسعار جد رخيصة لا تنسوا أن تتواصلوا معهم الآن للاستفادة من عروضهم الخاص تحدث جوك بيرك ديميرجي الممثل الظاهر في المسلسل التلفزيوني يامين عن المجهول عن خطيبته أوزجي ياغي قال الممثل الوسيم الذي اكتسب قاعدة جماهير يا ضخمة بالثمثيل الذي قابله بالصدفة أن نقطة الانهيار في حياته كانت مع المسلسل التلفزيوني يامين ولإرضاء فضول معجبه تحدث ديميرجي عن مرحلة علاقتهم وما حدث بينهم إذا جاهدت الفيديو الخاص بنا حتى النهاية فسوف تعلموا كيف يتقدم الحب الغامض الذي بدأ في مسلسلة يامين إليكم البيانات الرائعة من جوك بيرك ديميرجي جوك بيرك ديميرجي كان يشعر بالضيق الشديد لكن بمرور الوقت تعلم الإحترام أرى أن المعجبين يدلون تعليقات سلبية ليس فقط حول الدراما ولكن أيضا حول حياته الخاصة بشكل عام بعد فريق التمثيل الرئيسي في المسلسل التلفزيوني يامين هناك تعليقات سلبية مفادها أن أوزغي تشعر بالغيرة منه وأنهم سيغاذرون بسبب ذلك قال جيميرجي إن هذا ليس صحيحا أبدا أنا وأوزغي نقوم بعملنا ولا توجد غيرة أبدا لا يمكن أن تكون كذلك إلى أن يتعامل مع عملنا باحترام في الواقع أتلقى تحذيرات قاسية جدا من بعض الأشخاص المرتبطين بعملي يريحني أصدقائي بقولهم لا يتم القبض عليك عليك قراءة التعليقات طبعي لست مضطرا إلى ذلك لكني أتساءل بشكل لا إرادي وألقي نظرة عليه من حين لآخر إن سقوط وجهي ينعكس في العالم كله إنه يزعجني كثيرا خاصة في مجال العمل وينعكس على عملي بطريقة ما فلجوك بيرك دي ميرجي إن عليك التعامل مع هؤلاء الأشخاص بسبب مهنتي لكن بعد كل ما حدث أدركت أنه لا يمكنك أن تجعل الجميع يحبك ليس عليك أن تحاول أن تكون محبوبا من قبل الجميع الناس يحبونك بالفعل كما أنت وعليهم أن يحبوك لذا الآن أحترمها فقط ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك في نهاية خطاب جوك بيرك دي ميرجي لدينا علاقة سعيدة مع أوزقي ياغل وأمل أن تستمر دائما على ذا النحو أشكر الله كل يوم على لقائنا لحسن حد التقيت بها تمكنت من الانفتاح عليها في الوقت المحدد واختتمت دي ميرجي حدثه قائلا لا يمكنك أن أشكر حبيبة الجميلة التي تفهمني في هذا العالم ويقدرني كصديق وعاشق يتمنى السعادة لأجمل زوجيني في العالم يمكنك أيضا مشاركة أفكارك معنا في قسم التعليقات شكرا للمشاهدة